لا يجب ان نضر الكثير من اللحم و التوابل لتجب ان يأتي بنا سوف نشرق معكم واجبة لغداء و لشاء بدون لحم و توابل و يجب ان يشبعون منها نهائيا تبعوا معي الوصفة الاخر ولكن اول مرة تشاهدوني نضموا الحساب عنوال نبدأوا على بركتي الله اول حاجة نضيف المكي سخن نضيف لي شوية الملحات لتا ديال ورقات سيدنا موسى او ورق الغار و شوية الزعتر كمية تبقى على حسب عدد افراد العائلة تقدروا تستعملوا اي نوعية كانت متوفرة عندكم ديال البات كاملين يأتيوا ببنانين بسف هذا الصوص الذي سنشرق معكم نأخذ واحد المقيلة نضيفها شوية الزيت و نضيفها 4 دريسات التومة محكوكين التومة التي استعملتها ليست تومة تريس تومة مخللة او تومة مرقضة نشرع من الناس الذين يبيعون الزيتون يكون المدقة خفيفة يكون مالحة و في نفس الوقت يكون محمودة تتعطي واحد المدقة اللي بنين بنين بسف لما كتوش متوفرين عليها استعملوا غير جوج ديال الدريسات التومة شوية ديال الملحة و شوية ديال الخل باش تحصلوا على نفس المدقة اللي بغيتكم توصلولي ضفت ايضا كمية ديالتوماتسو ستقدروا تعودوها بماتاشا اللي تكونوا خصلتوها مزيان و قطعتوها طريفات اللي متوسطين في الحجم تخليوهم كتشحرو و كيتقلوه مزيان حتى كتوصلوا لها النتيجة غضي نضيف علبة ديال ياغور الطابعي ايضا المسوس و ثلاثة ديال الفرماجات من ثلاثين سافي و غضي نطحن هاد المكونات هاد المكونات هادو مزيان 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 ما غديش نحتاج نهائي التوابل لانه مازال غضي نضيف كمية من هاداك الماء اللي سلقنا فيه اللي باتا ديالنا فيه الزعتر فيه ورقة سيدنا موسا وفيه الملحة وبالتالي متى تحتاجوش نهائيا ضيفوا اي توابل و حدين اخرين تضيفوا شوية ديال البزار فممكن سافي هنا ايه غدي رجع هذه اللاسوس لتحنته مزيان حتى نحصل على واحد القوام اللي يكون كريمي نوعا ما نضيف المقالة و نزيد واحد زليفة مع مراش ديال هاداك الماء اللي باتا غدي نحاول نخلي اللاسوس ديالي تشحن مزيان حتى ينساج مجمع المكونات كتب من هاداك مركز طماطم اللي اضفنا و تحيد من هاداك حمودة دياله سافي و في هذه المرحلة غدي نضيف اللي كنكون يعني سلقتها و صفيتها مزيان من هاداك المالي فيها غدي نحاول نمزج المكونات ديالي مزيان مع بعضياتهم حتى كتلبس لي اللي باتا بالصوص مزيان مزيان و كتشربها و غدي نضيف الشيشة ديال الجبن تقدروا تستغناء عليه تقدروا تستعملوا اي نوع ديال جبن كرم توفر عندكم سافي غدي نغطي على ديال الجبن حتى يدوب و الوجبة ديالي او لديالاشا كتكون واجدة كتوجد فيه دقائق ما كتاخدش وقت طويل نهائيا تقريبا اقل من عشرين دقيقة كتكون واجدة كتجيل ديدة بزاف ما غديش شبع منها لا جربتوها غير مرة واحدة غديتو هدي الوصفة ديالي باتا المعتمدة عندكم تنتمنى ان الفيديو دياليوم يكون الاعجابكم و نستحسنكم ما تنسونيش من لايكاتكم و تشجاعتكم و كيف ديمة ما تنساوش تنضموا الحساب عنوان الحدقب شبقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات وشيبات لك